هنيجي بعد كده لهبوط الحد في القلب الجهة اليسرى الجهة اليسرى وواحد هيبقى يعد فيه استولاده وبيضحك وقول لي حاجة وفجأة نفسه الكتم فجأة يحس بضيق نفس شديد جدا 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 تقول لي هل هذا هو السبب الوحيد لضيق النفس الذي ممكن يصيب انسان فجأة قلتلك لا طبعا لا كان يبقى الطب سهل قوي اذا جالك نفس فجأة تبقى هبوط في القلب ده ممكن جدا يكون عندي حساسات شعب الشعب الهوائية عندي حساسات فيها وفجأة تروح قفلة تكتم نفسي خالص ممكن تجمع هوائي حول الرئة يخليني نفسي كتم ممكن جلطة رئة نفسي كتم ممكن هبوط في الجهة اليسرى للقلب نفسي فالاسباب عديدة لكن انت اول ما تحس بهذا الاحساس مش قادر تنفس جري على المستشفى تطلب الاسعاف واحدين ثلاثة في التليفون توديك او اذا كان عندك حد قريب او المستشفى قريبة تروح بصرحة طيب ممكن تبقى نفسية صدقوا كده ممكن العيان ده يبقى عيان نفسية كتمة النفس دي ممكن تبقى واحد يعني اكتئب او صدمة او اي حاجة نفسية فاي واحد يشعر بان نفسه مش مرتاح يكشف كشف الدكتور قال له انت كويس اشكرك يا دكتور قال لك عندك هبوط في الجهة اليسر القلب حيعالجك وحتخش المستشفى قال لك دي جلطة رئة حيعالجك وحتخش المستشفى لكن ده حاجات اساسية نيجى بقى للايه مجموعة التانية هبوط مزمن هبوط مزمن هنقول له قعدة تريحنا قوي 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 احنا عندي قلب اتنين جهة يمين وجهة شمال طب الهبوط يحصل ايه نفترد نفترد الجهة الهبطانة تقول لي الدم ما تخشش ما تخشش مش عايزة دمه ريحني يا راجل طبعا هو مش هيريحه قوي يعني هو حينزل دم قس حيبقى الدم اللي داخل هنا ثلاثة ربعه بره يعني ايه كلام ده انا عندي جهة اليمين وجهة الشمال الجهة اليمين واخد الدم من اين من جسمك كله المخ بيصب على الجهة اليمين الدم اللي جاي عشان يتاكسب كبدك جاي عالنق حين يمين بطنك رجليك كلويك كل ده الدم بيتجمع وبيجي في وريد كبير جدا اسمه وريد الاجوف السفلي يروح داخل والوريد الاجوف العلوي اجوف كبير جدا وبيخش على ازين الايمن ومن ازين الايمن للبطين الايمن ومن البطين الايمن الى الرئة طبب البطين الايمن فشل يقول لو سمحت يا دم ما تخشش خليك بره يخليه بره فين يا مخ احتقن ما انا سيبت الدم فيك يا كبت احتقن ما انا سيبت الدم فيك انا ما باخدوش يا رجلين احتقني يا كلوة احتقني يا معده احتقني يا بريتون يا بطن احتقن احتقان هذه الاجهزة كلها له مظاهر اكلينيكية او مظاهر طبية سهلة جدا 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 يبقى عشان نسهل هبوط القلب هبوط القلب نوعين يا اما احد اتكلمت عنه يا اما مزمن الهبوط المزمن يا يمين يا شمال اليمين يقول الدم خليك بره طب ده جاي من مخ خليك بره طب ما المخ هحتقن يحتقن طب ده جاي من الكبت مش هيجي حيحتقن يحتقن بطني معدتي امعائي رجلية كلوية كل الدم اللي جاي الناحية اليمين يتركن في هذه الاعضاء العضو المحتقن الدم بيزيد فيه في حاجة لها اعراض وحاجات لا بتكلم عن ناحية اليمين اليمين اللي هو الدم مفروض يجيله وحيطلع بعد كده على الرئة يتأكسد ويروح للشمال اليمين تعبان ساب الدم سابه في مخي عمل ايه عمل صداع صداع وصداع شديد شفته جمال الطب شفته جمال الطب عيان مصدع هبوط في القلب احد اعراض الهبوط القلب اليمنى صداع تقولي فعلا اقولك اوه الله وجاي لك يقولك يا دكتور انا مصدع وانت تقوله دي حالة نفسية ما تقلقش مش انت الدكتور انت جارو انت جارو مش الدكتور دكتور عمرو ما يغلط غلط زي دي هل ممكن يأثر على بصره اه ممكن احتقان الجمجمة يأثر على العصب البصري ويبتدي يزغلل يبتدي يزغلل فاحتقان المنطقة دي لانها ما بتسحبش الدم محتقنة تجيب صداع وتجيب زغلالة في العينين طب الكبد الكبد عضو ما بيحسش الكبد عضو ما بيحسش يعني لو انا جبت بريئة دم وقدرت افتح بطنه وخليته يصحى وجبت سكينة قطعت فيها في كبد وكده ما يقولش ايه ربنا سحب الاعصاب الحسية من الكبد همال ايه اللي بيحس في الكبد الغلاف بتاعه الغلاف الكبد عليه غلاف كده اي واحد اشترى كبده تلاقي عليه ايه حاجة بتشيلها في هي ده الغلاف بتاع الكبد طيب غلاف الكبد يحس الايه للشدة تمطه كده انا هجيب حتة نايلون وعملها كده تصرخ الكبد حواليه غشاء ما بيحسش الا لما يتمط لكن الكبد من جوه ما يحسش خالص طب احتقن الكبد طبيعا يحتقن اما بيحتقن بيجبر فالغلاف اللي حواليه يتمط بل لونة كانت قد كده نفختها اتعملت كده يتوجع يبقى عيان الجهة اليمنى للقلب العيان اللي عنده وهبوط في الجهة اليمنى ممكن جدا جدا يجي بواجع في جنبه اليمنى اي 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 والناس تفتكر ان عنده قولون وعنده مرارة وعنده زايدة وعنده زايدة لعنده واجع شديد وعنيف جدا في الجهة اليمنى وفي النصهن الكبد على فكرة ماشي لحد الشمال الكبد ماشي لحد هناك اما يحس بهذا الواجع ممكن يكون من اعراض الهبوط الجهة اليمنى للقلب الجهة اليمنى للقلب وجع في الجنب اليمين وشديد شديد العين مسكوا بطنه بشدة طب الناس حتقولوا لا ما تقلقش ده حاجة سهلة طب ابسط حاجة نعمل موجات صوتية موجات صوتية حيقوله لا ده احتقان لا هي مرارة ولا هي تليف ولا هي ده احتقان الكبدك بلونة بالزبط تتخيلوا معايا بلونة وانا حاطت فيها مية وزودت المية فجدار البلونة ابتدا يتمط اما جدار الكبد يتمط يوجع اما جدار الكبد يتمط يوجع جدا هو ما يحسش الا لدي اه لا يستحق هذا نقول سبحان الله سبحان الله فعلا والله ربنا اعمل لك اشارة لما يحتقن الكبد يقولك خلي بالك اشارة من غير الوجع ده مكنش هتحرك خالص فجعله ما يحسش الا اما يتمط كده يتشد طب وكلاوي اما تحتقن البولي ايل البولي ايل مش بس يقل يقل ويبقى مركز يقل ويبقى مركز تلاقي العيان بدل ما يتبول مثلا لتر او لتر ونص يتبول له مثلا نص لتر وغامق وغامق زاهرة من زواهر هبوط القلب الجهة اليمنى كل ده بتكلم في الجهة اليمنى صداع عينيه جايز تزغل الجهة اليمين توجعه نتيجة احتقن الكبد بولو يقل نتيجة احتقن الكلا انا ماختسك الجسم كله اكمل لكم بقى الجسم كله بس بعد الفاصل موسيقى قبل الفاصل كنتو بتكلم على اعضاء الجسم اللي بتفرغ الدم في الجهة اليمنى وجهة اليمنى مش عايز ايه المخ احتقن مش عايز يفرغ الدم في الجهة اليمنى الكبد احتقن مش عايز يفرغ الدم في الجهة اليمنى جهة اليمنى رفضة بتاخد دم لانه هبطان الراجل غلبان ولو حق والكله المخ عامل صداع وزغلالة في العينيهد والكبد عامل ألم شديد في البطن في الناحية اليمنى والكله لما احتقنت خلت البول يقل ويغمق طب والمع ده تخليه ملوش نفس خالص قلت لك انا بقى لي مدة مش قادر أبص الأكل مش قادر لمعدة محتقنة هيأكل ازاي في حاجة اسمها البريتون اللي هو بقى عند الجزار اسمه المنزيل اللي بتعمل منه الطرب ده لو احتقن ممكن يعملك انتفاخ شديد جدا 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 بصوا يعني كيفا ان الواحد لو ما خدش باله كويس جدا يضل يضل وضلال ايه ضلال ضلال واحد جايب انتفاخ انتفاخ واحد يتقال له ده قولون ما تقلق شي طب ده انا نفسي مزدودة ماجرش حاجة عشان القولون منتفخ وهو مش كده هو هبوط قلب هبوط جهة يمنى طبعا مش عايز اي واحد انتفاخ يقلق خالص 99% من حالة انتفاخ من قولون موافق لكن 1% لازم يتشاف كويس لا جايز جدا جدا بلاقي كبده محتقن ومنتفخ لا اهتم شوي قيء اه جايز جدا جايز جدا نجيله قيء مش بس كده احنا زمان ولا زلة بنكتب دوة لهبوط القلب ساعات القيء ده يبقى من الجرعة لو زادت شوي خليه يتقاية اذا هو جايز يبتدي العلاج ويجيلك بيتقاية يا طرق العلاج زيادة ولا ليل ما عملش حاجة بصوا فن الطب تخيل واحد جاي عنده هبوط في القلب وبيرجع عنده قيء لاحتماليا ممكن يكون الجرعة مش كفاية فهو بيستكمل اعراضه نلقي احد اعراض هبوط الجهة اليوم من القلب او الدوة زادت شويه في الدم فخليه يتقاية قلنا المخ قلنا الكبد قلنا الكلا قلنا المعدة قلنا البريتون حينتفق وممكن يعمل استسقه ثم نيجي للرجلين اللي هي اول حاجة العين بياخد باله منها انها بتريد تورم تلاقي رجلين الاثنين بتريد تورم ورم طبعا اسباب الورم احنا عملنا حلقة خاصة عن تورم القدمين وقلنا فيها اسباب عديدة احد هذه الاسباب هو هبوط الجهة اليومنى القلب اذا اللي عنده جهة يومنى تعبانة ممكن جدا يجي الدكتور بانتفاخ الم في بطنه صداع حاجات بعيدة كل البعد عن اللي يقول ده قلب بعيدة كل البعد انتفاخ ورم القدمين هنا دايما نقول ولادنا في كل الطب اللي لسه بقى حيبقوا ده كترة ابعث الاخلاص ينزلك التوفيق ابعث الاخلاص ينزلك التوفيق دي كلمة بقولها في كل محاضرة ابعث الاخلاص ينزلك التوفيق طب عيام جاي انتفاخ كنت عدي علي لو انا مخلص في عملي ما تعديش ابعث الاخلاص ينزلك التوفيق كان واحد بيسألني في في الهداية يعني يقول لي ايه اهدنا الصراط المستقيم بنقولها كل يوم على الاقل 17 مرة على الاقل احنا بنصلي 17 راكعة دي جزء من الفاتحة فتاعة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم تخيل ان دي جد بعد ما بتعلن ربنا انك اه خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المالك يوم الدين اياك نعبد و اياك استعين اياك نعبد و اياك نستعين ده انا اعلنت يا ربي اعلنت العبادة والاستعانة بيك هل طلب الهداية يجي قبل دول ولا بعد دول الهداية ثلاث انواع عشان اقول لكترة الصغيرة ابعت الاخلاص ينزلك التوفيق التوفيق ده جزء فيه هداية الهداية ثلاث انواع فيه الهداية الفطرية الجموسة بتولد الابن اللي نزل ده يروح على الضرع الجموسة ويرضع طب ما رحش على القابتها ليه او رجلها مين اللي قاله روح في الحتة دي وارضع مين اللي قاله الله سبحانه وتعالى دي هداية فطرية الطفل اللي انتوا بتشوفو ده الطبيعي يتفتف تفتف انما ما يتحدى على صدر امه يشفط العكس تماما مين اللي قاله هذه هداية فطرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة